الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائي ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فما أجمل الدخول في معية الله ومن ذا الذي يمن الله عليه بهذه النعمة إنه لفضل ومنحة ومنة إلهية عظيمة يمن الله بها على من يشاء لأن الله إذا كان معك فلا عليك بعد ذلك بمن عليك ومن معك أليس الله بك في عبده يخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز زينتقام يقول الحق سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام ولتصنع على عيني ويقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ماذا تريد بعد إذا كانت عين الله هي التي تكلأك وطعاك وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخوف كلهن أمان ويقول سبحانه وبشع الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عندهم مقدم صدق منزلة عظيمة هذه المنزلة منحة ومنة وتحتاج إلى حمل وإلى شك يقول سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وعدت للقرآن تعطيلا ويقول سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخاج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا معية الله مع المؤمنين وأمن الله مع المؤمنين ومع المتقين حيث يقولوا سبحانه وأعلموا أمن الله مع المتقين ومع المحسنين حيث يقوله سبحانه وإن الله لمع المحسنين ويقوله سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومعية الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين ويقوله سبحانه والله مع الصابرين ويقوله سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين وقلوا سبحانه واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون نسأل الله أن نكون منهم وأن يحشرنا في زمعتهم وأن ينفعنا بباكتهم وأن يهيئ لنا من أمر نهشنا وأن يأذن لنا بالدخول في معيته وأن يرحمنا بها وأن ينصرنا بها وأن يغفع لنا بها وأن يعزنا بها وأن لا يزلنا بالبعد عنها إنه لي ذلك والقاطر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته